بسم الله هنكمل شرح الواحدة الثالثة في الفيزياء حادي عشر متقدم كان بقيلنا جزء الحركة النسبية تعالوا نفتكر الحركة النسبية دي كانت عبارة عن ايه او كان ايه مفهومة دلوقتي لما انت تكون واقف على الطريق فتشوف عربية قدامك فتحسب سرعتها يعني هي بتمشي مسافة قد ايه في زمن قد ايه بالنسبة لك تلاقي ان هي مسلا بتمشي بسرعة خمسة متر على الثانية في الاتجاه ده طيب لما انت تقوم راكب تاكسي وراه وتقوم ماشي ورا العربية دي بسرعة اتنين متر على الثانية العربية اللي انت فيها ماشي باتنين متر على الثانية السؤال العربية دي هتبنلك ماشية بسرعة خمسة ولا سرعة اكبر ولا سرعة عال حاولوا تجربوها شوفوا العربيات وهي ماشية وبعد كلا ما تركبوا عربية وتبصوا على العربيات اللي جنبك هل بتحسوا ان هي ابطأ ولا اسرع ولا نفس السرعة اكيد هنحس ان هي ابطأ فبنقول ان كان قانون السرعة النسبية بيساوي انا دلوقتي العربية دي هي ماشية بسرعة سابتة ولكن لما انا ركبت عربية ماشية في نفس اتجاهها حسيت ان هي بطيئة طب لو ركبت عربية ومشيت عكس اتجاهها على الطريق السريع او لما بنسافر ونفتح الشباك كده ويبقى في عربيات معدية من جنبنا نحس ان هي ماشية زي الساروخ طب ازاي دي ما بتاخدش مخالفات ولا ازاي الناس دي بيتمشي بسرعة كبيرة كده هي ماشية بالسرعة القانونية عادي ولكن بينها لكن هي ماشية بسرعة اكبر من سرعتها وبالتالي السرعة النسبية دي معناها ايه معناها ان الجسم ممكن يبقى ماشي بسرعة معينة ولكن بالنسبة لكذا مراقب هو ماشي بسرعة مختلفة فبالنسبة الواحد واقف على الطريق هو شايفه ماشي بسرعة خمسة متر عالثاني بالنسبة لعربية ماشية جنبها في نفس الاتجاه شايفاها بتمشي بسرعة اث Gün 3 متر عالثاني بالنسبة لعربية جايه في اشها بتمشى عكس الاتجاه شايفاها بتمشي بسبعة متر عالثاني فالسرعة النسبية بنقول لازم يبقى عندك حكتين مين بالنسبة لمين فلو عايز السرعة النسبية بتاعة العربية واحد بالنسبة للشخص اتنين او العربية اتنين هي بتساوي V واحد ناقص V اتنين وكل واحدة باشارتها بمعنى لو هما الاتنين في اتجاه واحد فهيبنلك ان العربية سرعتها بالنسبة لك السرعة النسبية V واحد بالنسبة لك انت اتنين هتبقى خمسة ناقص انت ماشي بسرعة اتنين فهتبنلك ابطأ من سرعتها الحقيقية ولو كنت جاي في اتجاه في وشها بسرعة اتنين متر على الثانية فيبقى خمسة ناقص ناقص اتنين فهتبنلك بسرعة اكبر ولو كنت انت ثابت على الارض فهتبنلك بسرعتها الاسية فده كده كان مفهوم الحركة النسبية او السرعة النسبية فنفس الكلام هناخده هنا ولكن هنتكلم على ثلاث مناط اسناد يعني ايه مناط الاسناد اللي انت انت بتشوف العربية في ايه الشباك اللي انت بتشوف منه العربية دي هل الشباك ده وانت واقف ولا هل الشباك العربية اللي ماشي في نفس الاتجاه ولا هل الشباك العربية اللي ماشي في عكس الاتجاه فمناط الاسناد هو معناه انت بتشوف الحركة دي من انهي وجهة نظر بمعنى لو انت دلوقتي واقف على الشط فهتشوف المركب ماشي قدامك بسرعة معينة طب ولو انت على المركب نفسه هل هتحس ان المركب بيتحرك لا انت هتحس ان الشط او العالم كله من حواليك هو اللي بيتحرك عكس اتجاهك يعني انت كنت شايف المركب كده ماشي ناحية الشر لو انت ركبت على المركب هتحس ان كل حاجة حواليك هي اللي بترجع وراء بسرعة المركب فمناط الاسناد هو معناه انت بتبص على الحاجة منين او انت فين لو انت على الشط فشايف المركب بيتحرك لو انت على المركب مش هتلاحظ حركة المركب ومال هتلاحظ ايه هتلاحظ ان كل حاجة حواليك بترجع وراء بسرعة المركب. طيب فبكل سهولة احنا هيبقى عندنا هنا تلاتة مناط اسناد يعني ايه? يعني دلوقتي لو انت شخص واقف اهو على الشط وفي مركب كده ودلوقتي هيبقى فيه واحد ثالث فيه صياد واقف على المركب بيتحرك. فمعادتش المركبة بتتحرك بالنسبة لك بس احنا اللي هناخده جديد السنة دي هو حركة الشخص ده بالنسبة لك هتوقف بقى سرعته كام يعني ايه? يعني هيجي في المسألة بيقول لك المركب بوت بيتحرك بالنسبة للبيرسون اللي واقف ده الشخص ده بسرعة خمسة متر على الثانية ناحية الشرق. طب ايه الغريب? هيقول لي وسرعة الصياد ده الصياد ده ام 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 اتحرك على المركب في نفس اتجاهه. فسرعة الصياد واللي يكون الفشر بالنسبة للبوت فهو بيتحرك بالنسبة لسرعة المركب بيتحرك بسرعة واحد متر على الثانية بالنسبة للمركب. ايه السؤال? انا عايز سرعة الفشر ده سرعة الصياد ده بالنسبة للراجل اللي واقف برا ده. هيشوفه. ماشي بسرعة كام? هل هيشوفه اسرع من المركب? ولا ابطأ? ولا بنفس سرعته? بالنسبة للشخص ده هيشوف الشخص ده عمال يتحرك اسرع من حركة المركب. المركب ماشي بسرعته العادية وفيه واحد ماشي بسرعة بالنسبة للمركب. فالمركب يوصل هنا الشخص ده كان هنا. لما المركب بيوصل هنا الشخص ده كان هنا. فهيلاقي ان هو سرعته اكبر منه. فبنقول القانون العام للحركة النسبية بيساوي ايه? لو انا عايز السرعة النسبية لمناط اسناد اسناد بالنسبة لمناط التاني او جسم بالنسبة لجسم تاني. فلازم هنجيب ريفرنس ليهم. فهو هيساوي مجموعة سرعتين. هقول هحط الاف هنا او الجسم الاول هنا في الاول والجسم التاني هنا في الاخر. واحط ريفرنس ليهم. اللي هو ايه? اللي هو المركب. فانا عارف سرعة الصياد بالنسبة للمركب بواحد متر على الثانية ناحية الشرق. وعارف سرعة المركب بالنسبة لي كشخص واقف على الشط. بخمسة متر على الثانية ناحية الشرق. فهيبقى سرعة الصياد بالنسبة لي ستة متر على الثانية. يعني سرعته اكبر من المركب. طب لو كان الصياد ده. واقف الناحية التانية هنا. وبدأ يتحرك عكس. فكانت سرعته بالنسبة لي. انا لما المركب كان هنا. كان الشخص هنا. المركب كان هنا. الشخص هنا. المركب هنا. الشخص هنا. فانا شايفه بيتحرك قدامي بسرعة ابطأ من سرعة المركب. طب تعالوا نعملها بالمعادلات. دلوقتي برضو عاية سرعة الصياد بالنسبة لي. فسرعة الصياد دلوقتي بقت واحد متر على الثانية ولكن في عكس الاتجاه. فهيبقى بالنسبة لي ان هو ماشي ابطأ. طيب. وبعد كده هندخل على حالة تانية اللي هو لو الصياد ده مش بيتحرك معه او عكس اتجاه القارب ده بيتحرك عمودي عليه. يعني لو دلوقتي عندي القارب عامل كده. والشخص ده واقف هنا وهيتحرك كده. فدلوقتي يبقى عندي حركة الشخص عاملة كده بالنسبة للمركب. وحركة المركب عاملة كده بالنسبة للشخص اللي هو اقف بر. انا عايز ايه? عايز حركة الصياد بالنسبة للشخص اللي هو اقف بر. فاتفقنا ان هي بتساوي مجموعة سرعتين ده في الاول ده في الاخر وبينهم. طيب انا عندي المتجهين دولي. لما يكون عندي متجه يساوي مجموعة متجهين فهو عبارة عن المحصلة. تبارسم المحصلة ازاي? لو انا جبت ده كده. فالمحصلة هتبقى عاملة كده. فدي هتبقى سرعة الصياد بالنسبة للمراكب اللي هو اقف بر. اجيبها ازاي? اجيبها قيمتها في ثغرس. جزر خمسة تربيع. الفشر بالنسبة للبوت واحد. والبوت بالنسبة للبيرسون خمسة. واجيب اتجاهها من السيتا بتساوي تان انفرس. الفشر بالنسبة للبوت على الفي بوت بالنسبة للبيرسون. فهنا الجديد معنا ان احنا هنبدأ فيه تلات او فيه حاجتين بتحركوا بالنسبة لشخص تالت. فهنبدأ نستخدم المتجهات. هي دي كل الفكرة. فايه الخطوات اللي حل بيها? السرعة النسبية او خطاء المسائل الحركة النسبية. اول حاجة بحدد رمز لكل مناط اسناد. يعني زي ما انا حددت رمز للصياد رمز للقارب رمز للشخص اللي واقف بره. واكتب المعطيات باستخدام الرموز اللي انا حددتها. واحدد المطلوب واكتب القانون وعوض باستخدام قواعد المتجهات. يعني وليكن مثال زي ده. في المطار بيبقى فيه مشايات الناس تمشي عليها كده كهربائية. فدلوقتي لو المشاية دي سرعتها بالنسبة لي كشخص واقف بره. انا شخص واقف بره هنا. فشايف المشاية ماشية بسرعة بالنسبة لي خمسة متر على الثانية. فلاقيت واحد مستعجل. فمشى بالنسبة للمشاية بسرعة واحد متر على الثانية. فانا عايز اعرف سرعة الشخص ده بالنسبة لي كام? فاتفقنا ان هي هتساوي مجموعة سرعتين. الاول هنا الاخير هنا. وبينهم الريفرنس اللي هو مين? المشاية. فانا عارف سرعة المشاية بالنسبة لي. سرعة الراجل للمشاية. وسرعة المشاية بالنسبة لي. فيبقى ماشي بالنسبة لي بسرعة اكبر من المشاية لها ستة متر على الثانية. طيب ناخد مسلا المسال ده. تتحرك الطائرات بالنسبة الهواء اللي ويحيد بيها. افترض ان الطيار يوجه الطائرة نحو الشمال الشرقي. تتحرك الطائرة بسرعة مية وستين بالنسبة للرياح. فانا عندي الطائرة هرمز لها بالرمز بي بلين والرياح وليكن ويند. دابليو. فتتحرك الطائرة بالنسبة للرياح يعني هو مديني في بي دابليو. مية وستين متر على الثانية. في اتجاه شمال شرقي. وتهب الرياح بسرعة اتنين وتلاتين متر على الثانية في الاتجاه من الشرق الغرب مقيسة باداة في نقطة سابتة على الارض. يعني هو مديني سرعة الرياح بالنسبة للارض. باتنين وتلاتين متر على الثانية في الاتجاه من الشرق للغرب. عايز ايه? ما متجه سرعة الطائرة وسرعتها واتجاهها بالنسبة للارض. يعني عايز في بي بالنسبة للجي. فزي ما قلنا هيبقى في زائد في هنا بي هنا جي والرفرنس بتاعي اللي هو الويند. فهيبقى الفي بي دابليوم الدهاني بمية وستين. ولكن دي متجهات لانه هما مش في نفس الاتجاه. ف المتجهة المحصلة هيبقى عامل كده. مش ضرور ان هي تكون زاوية قايمة. طيب. فعملها ازاي? هيبقى الفي بي جي. كمقدار هتساوي ايه? هتساوي جزر مية وستين تربيع زائد اتنين وتلاتين تربيع. طب والمتجه بيساوي ايه? الفي بي جي هيساوي الفي بي دابليو. اللي هي المية وستين دي ديت في اتجاه قل الشمال الشرقي. يعني عاملة زاوية خمسة واربعين كده. يعني لو جيت احللها. هتبقى مية وستين كوزين خمسة واربعين. ومية وستين ساين خمسة واربعين. فهيبقى عندي مجموعة المتجهين في اتجاه اكس. مية وستين كوزين خمسة واربعين ناقس اتنين وتلاتين. لان دي في اتجاه الاكس السالب. يبقى مية وستين كوزين خمسة واربعين. ناقس اتنين وتلاتين. ده كده في اتجاه الاكس. وفي اتجاه الواي مية وستين ساين خمسة واربعين. في اتجاه الواي. فكده بقى عندي متجه السرعة. اقدر اجيب السرعة اللي هو المجدور جزر تربيع الاكس جزر الاكس تربيع زائد الواي تربيع والاتجاه شفت تان الواي على الاكس تمام فهو انا احلل ديت وام جامع الاكس مع بعض والواي مع بعض وجاب المتجه وجاب السرعة والساوي المطلوب التاني ما المسافة التي انحرفت بها الطائرة عن مصارها بسبب هبوب الرياح في مدة اتنين ساعة طيب هي السرعة بتساوي ايه بتساوي المسافة على الزمن طيب فهو عايز المسافة فالمسافة بتساوي السرعة في الزمن يعني لو انا ضربت كل سرعة متجهة من دول في الزمن هيديني المسافة يعني لو ضربت الفي بي دابليو ديت في الزمن هيديني الار بتاعة البلين بالنسبة الويند ودي هتديني الار بتاعة الويند بالنسبة للجراوند ودي هتديني الار بتاعة البلين بالنسبة للجراوند طيب هو عايز المسافة اللي انحرفت بيها الطائرة عن مصارها بسبب هبوب الرياح فهي كانت ماشية كده وبعد كده لقينا ان حركتها بالنسبة الارض ان هي ماشية كده فمعنى كده ان المسافة اللي انحرفت بيها هي عبارة عن ايه هي عبارة عن الار دابليو جي الفرق ما بين المتجهين دول هو ده اللي انحرف اللي حصل في الطيارة فالار دابليو جي بتساوي ايه? بتساوي الفي دابليو جي ضرب التي فهودي الفي دابليو جي باتنين وتلاتين والتي هحولها اتنين اوار في تلاف ستمية عشان نحولها لثانية فهيديني مقدار المسافة اللي انحرفتها بالمتر ناحية الغرب ده يعتبر الافكار الاسسية في الحركة النسبية مسألة الغزال دي ممكن نبقى نحلها في فيديو ونفصل ان شاء الله وبكده تكون خلصة الوحدة التالتة ولو عندكو ايه استفسار بعتقلها ونشوفكو على خير